بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة الخامسة تقييم وتشخيص الصعوبات الإدراكية ونتناول الدرس الثالث اختبار التكامل البصري الحركي الغرض الأساسي لهذا الاختبار هو تقييم قدرة الطفل على التكامل البصري الحركي بدلالة آدائه في رسم أشكال هندسية متدرجة في التركيب والصعوبة لو تناولنا تعليمات التطبيق والتصحيح هذا الاختبار يطبق بشكل فردي أو جمعي ولو تناولنا بعض تعليمات التطبيق الفردي ننتقل إلى أمثلة من فقرات هذا الاختبار حتى نرى هذه التعليمات معا نقول للمفحوص افتح كراسة الاختبار على صفحة الأمثلة ثم نقول له في هذا الاختبار يوجد على كل صفحة ثلاث أشكال كل شكل في مربع فوق وتحته مربع فارغ أشر إلى هذا المربع وقل تحته مربع فارغ والمطلوب منك أن ترسم في المربع الفارغ نفس الشكل الموجود فوق الآن سأرسم أمامك الشكل الأول يكون في صفحة الأمثلة مقسومة بهذا الشكل هذه للفاحص وهذه المفحوص قل له سأرسم الآن أمامك ارسم مثل هذا الشكل وهكذا في الثانية والثالثة ويرسم المفحوص في المكان المقرر له الآن بعد أن تطلب منه ذلك تكرر الإجراءات نفسه في الشكلين يقولنا الثاني والثالث الآن إذا المفحوص لم يستوعب المهمة المطلوبة ولم يتمكن من رسم أي شكل في الأمثلة الثلاث نقلب الورقة ونستعمل ورقة خارجية ونرسم عليها كل شيء من الأشكال الثلاثة من الطفل مبين له كيف نراعي اتجاهات الشكل ثم أطلب من الطفل أن يقلد الشكل الذي رسمته تحته مباشرة نكرر هذه الإجراءات في الشكلين الثاني والثالث إذا تمكن الطفل من تقليد واحد على الأقل من الأشكال الثلاثة يمكنك أن تدعو الطفل للبدء بفقرات الاختبار الآن يمكنك حث الطفل بقولك أرسم مثل هذا الشكل في أي عدد من الأشكال اسمح بمحاولة واحدة فقط لكل شكل بدون استخدام الممحة وعندما يقوم الطفل بالاستجابة سواء صحيحة أم خطأ قل حسنا أريد منك أن تستمر برسم الأشكال بنفس الطريقة بالترتيب الوارد في كراسة الاختبار وعندما تنتهي من رسم الأشكال على صفحة اقلب الصفحة التالية وهكذا حتى تنتهي من رسم جميع الأشكال الآن أنا أقوم بمراقبة آداء المفحوص وأسجل ملاحظة على داوة طبعا بطريقة لا تستدعي انتباهه أقوم بتشجيع الطفل الاستمرار برسم الأشكال تباعا أيا كان ذلك ضروريا طبعا أقوم بتسجيل الوقت الذي بدأ به المفحوص بالإجابة عن فقرات الاختبار والوقت الذي انتهى فيه من الإجابة وأسجل الوقت المستغرق لإنهاء الاختبار بالدقائق في المكان المخصص على صفحة الغلاف طبعا لا يوجد وقت محدد للإجابة عن الاختبار لكننا لا نتسامح كثيرا بالوقت ولا نضغط الوقت إلى درجة تؤثر في توفير ظروف مريحة لأداء الطفل وإذا انتدى أداء المفحوص إلى حوالي الساعة ونصف فيمكنك إنهاء الاختبار كما يمكنك التوقف عن تقديم الاختبار إذا فشل المفحوص في ست فقرات متتالية من الفقرات التسع الأولى وفق المعايير الخاصة بالتصحيح والتي يفترض أن تكون ألفتك بها جيدة قبل تطبيق الاختبار الآن لو عدنا حتى نتكلم عن تعليمات التصحيح ثانيا نقول إنه إجابة الطفل تعد صحيحة إذا استطاع رسم الشكل رسما صحيحا حسب معايير التصحيح الواردة في ملحق هذا الدليل هناك دليل لمعايير التصحيح نعود إلى هذه المعايير ونرى إن كانت رسمة الطفل ضمن هذه المعايير لنضع له علامة عليها وإلا فلا نضع له علامة حسب الدليل لكل شكل من الأشكال الأربعة والعشرين الموجودة وتحسب الإجابة خطأ إذا لم ينطبق عليها أي من معايير التصحيح كما قلنا طبعا تُعطى الإجابة الصحية لكل من الفقرات من واحد إلى تسعة تُعطى كم؟ تُعطى نقطة واحدة نقطة واحدة أما من الفقرات من عشرة إلى ستة عشر فتُعطى كم؟ تُعطى نقطتين أما الفقرات من سبعتاش إلى واحدة وعشرين تُعطى كم؟ تُعطى ثلاث نقاط أما الفقرات من ثنين وعشرين إلى أربعة وعشرين فتُعطى أربعة نقاط وهنا تكون العلامة الكلية هي مجموعة النقاط المتحققة على الفقرات يعني الآن يوجد لدي عدد من الجداول وهذا الجدول يدل على علامات التقدير الوصفي للأداء بالعلامات المعيارية التائية المشتقة من بيانات التقنين وهناك وصف للأداء ثم هناك جدول آخر يبين لي علامات التقدير الوصفي للأداء المناظرة للعلامات الخام في الفئات العمرية من سبعة إلى ستة عشر سنة مثلاً لو كان طفل لدي عمره إهدى عشر سنة وحصل على علامة ستة وثلاثين كم يكون تقديره الوصفي؟ عمره دعشر عام وستة وثلاثين أنزل ستة وثلاثين هنا بين اثنين وثلاثين والتسعة وثلاثين يكون هذا علامة التقدير لديه نعود لنرى علامة التقدير إذن هذا الطفل مستوى القدرة متوسط لديه ترجمة نانسي قنقر